بداية أسألك دكتور باتريك من يحكم بريطانيا يعني رئيس الوزراء أم حزب المحافظين أم الاثنين معا وبرأيك يعني هل هو الذي يتحكم بمصير البريطانيين؟ التي تجعل حكومته تبدو ضعيفة وقل قوة فهو يتعامل مع أزمة الطاقة والتعامل مع أزمة أوكرانيا والتضخم والعلاقات مع النقابات وأتحادات العمال التي أدت إلى إضرابات أكثر اللافت في الأزمة السياسية التي عاشها حزب المحافظين مؤخرا أن طريقة إيجاد الحلول أصبحت أشبه بالوقوف في منتصف قسر خشبي يمكن وصفه بمتهالك وقت العاصفة التقدم إلى الأمام أيضا محفوف بالمخاطر الرجوع إلى الوراء غير مضمون الحل بنظر الحزب كان إزاحة ليستروس على سبيل المثال ووضع ريشي سوناك بدلا عنه أين الديمقراطية في هذه الخطوة من وجهة نظرك عندما يحكم سوناك البلاد بالتسكية ولم ينتخب أحد عندما يرفض الذهاب لانتخابات عامة مبكرة حسنا سوناك لقد تم تعيينه لأنه قد صادق عليه وزكاه أغلبية عضاء حزب المحافظين وهذا هو النظام المعمول فيه من أجل تغيير رئيس الوزراء عبر البرلمان ومن المستحيل أن يكون لرئيس الوزراء أي سلطة أو تنفيذ أي أجندة بدون ذلك ومن الصحيح أن حزب المحافظين قد غير رؤساء الوزراء مرتين في الستة أشهر الأخيرة ومعظم الناس يعتقدون بأنه يجب أن يكون هناك انتخابات عامة فالحكومة ليس لديها التفويض وليس لديها التفويض الذي يأتي من انتخابات عامة